الشارع الغربي والشارع الأوروبي يحرج الشارع العربي يحرج المثقف العربي يحرج النخبة السياسية العربية كانت في الحكمة وفي المعارضة أمام حركة التضامن التي يوم بعد يوم تمتد والذي يوم بعد يوم تتسع تتعمق في وجدان هذه الشارع وأيضا هي غير مناسبتية بالعكس هي في حالة تصاعد طيب وهو ربما ذروة هذا التضامن مع هذا الشاب لأنه يجب القول بأنه 25 سنة آرون بوشنل تؤكد مزارة الدفاع الأمريكية بأنه توفي بعد أن أحرق أمس نفسه بطريقة يعني معبرة جدا وهو يسرخ لن أكون متواطئا مع الإبادة الجماعية هذا طيار في جيش الأمريكي وأمام السفرة الإسرائيلية له ما له هذه دروة التعبير عن الإحساس لا يمكن أن أكون متواطئا وهذا شؤون كثير من المواطنين خاصة في الغرب ضد حكوماتهم مع العالم العربي يعني بدون تعليق ولكن أعتقد لمقم به هذا الشاب يحمي رمزية ورسالة معبرة جدا يعني بمأساوياتها وللأسف الشديد مقابل طبعا منظومة غربية وفي مقدمة الولايات المتحدة تتواطئ وهو استعمل لأن التواطئ مع هذه الإبادة هي تتواطئ مع الإبادة الإسرائيلية وخاصة الولايات المتحدة التي تقود هذا التواطئ برغم محاولات الدعاية وحتى الترويش البيت الأبيض بأن هناك غضب من نتنياهو وكل كلام في كلام يعني أسمع كلامك لا أستغرب أشوف أفعالك لا أستغرب أو لا أصدق ممكن نغير المقولة أسمع كلامك لا أصدق أشوف أفعالك لا أستغرب هذا ما يقوم به بايدن وما تقوم به إدارته يعني رحم الله هذا الشاب صراحة ما قام به شيء له ما له كان هناك فعلا المفارقة أنه أنا أتابع وسائل الإعلام الغربية خاصة في بريطانيا عادة كل ما يتعلق بالولايات المتحدة يبرز إعلاميا لو حدث بسيط هو جانبي مثلا يتعلق بالفنان أو فنان الوسائل الإعلام اليوم البريطانية لا تبرز هذا الخبر طبعا بكل راجدية ولكن بكل ما له من قوة الرسالة وقوة تعبير هذا الشاب 25 سنة في سلاح الجو الأمريكي يعني حتى بدلالة هذا ما يقوم به احتجازا على الإبادة الشمعية التي تعرضتها الفلسطينيون في غزة ويقول أنني لن لا أستطيع التواطع مع هذه الإبادة وهذا ما تقوم به حكومته وهذا ما تقوم به حكومات غربية أخرى وهذا ما تقوم به للأسف الشديد حكومات عربية ترجمة نانسي قنقر